لا يستعمل في المساجد من الأفعال والأقوال إلا ما بنيت المساجد لأجلة المساجد بنيت للصلاة للقرآن للذكر للشكر للحمد للعلم والتعلم والتفقه أما الحديث في الدنيا واسترواح المزح واللهو أو المصيبة العظمى التي جاءت الآن في هذا الزمان أجهزة الجوال الذكية وفيها مصائب الدنيا وتجد بعض الناس في المساجد وبعضهم يكون معتكفا أي اعتكاف هذا بعضهم يكون معتكفا وهو في الحقيقة عاكف على جواله ليس عاكفا على عبادة ربه وذكر ربه وإنما عاكف على جواله حتى حركة اليد وذكرت هذا كم مرة حركة اليد التي تكون بعد الصلاة بالتسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله بهذه الصفة تحولت عند بعضهم تحريك الإبهام بهذه الطريقة تحريك الإبهام بهذه الطريقة إما من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل بحسب البرامج التي يريد أن ينظر إليها في الهاتف الذكي الذي معه حتى إن بعضهم مجرد أن يسلم التسليم الثاني يدخل يده في جيبه ويخرج الجهاز مما يدل على أن حتى في صلاته المفروضة كان مشغول بما في الجهاز وكأن الصلاة أعاقته وما أن خلص منها إلا ورجع إلى الجهاز مباشرة ليستمر في الملاهي التي هو منشغل بها وبعضهم يكون معتكف أي اعتكاف هذا؟ أي اعتكاف هذا؟ وهو ساهن لاهن غافل هذه مصيبة عظيمة جدا ولهذا الهاتف ينبغي على المعتكف أن لا يستعمل مطلقا إلا إذا كان هناك ضرورات له ومصالح مهمة عما أن يكون بهذه الطريقة هذا حقيقة أمر يخل جدا بالاعتكاف وينبغي أن تصان المساجد عن مثل هذا اللهو تصان المساجد عن مثل هذا اللهو وهذه الجوالات وما فيها من تصوير وأشياء من هذا القبيل والله جرت مصائب على الناس والله جرت مصائب على الناس يعني أمور مؤلمة جدا أحد الأشخاص يحدثني قبل فترة يقول إثنان في المسجد يمشيان أحدهما إلى جنب الآخر فأحدهما جلس جلسة التشهد مباشرة ويحرك أصبعه وصور زمينه ثم قاموا مشى صوره وهو جالس كأنه يصلم ويراه الناس زملاء فيما بعد أن يصلي مثلا في المسجد النبو هما صلى هما صلى أصلا جلس فقط من أجل أن تلتقط له الصورة مثله ترونه في الحج يقب مثلا عند الجمرات ويطلب من صاحبه يصور ثم يرفع يديه وإذا انتهى التصوير خفض يديه حتى يرى أنه يدعو عند الجمرات أو يدعو عند الكعبة وهما دعا أصلا تلك اليدان ما رفعت لله ولا رفعت لدعاء الله وإنما رفعت للمراءات هذا مصيبة جدا جرتها هذه الأجهزة وكثير من الناس انخرط فيها بعضهم يمر على حلقة العلم ويقف صورة صاحبه ويأخذ صورة لنفسه في الحلقة أي فائدة لك في الصورة هذه لا صورتك ولا صورة الشيخ أيضا أي فائدة تأخذ صورة هذا كل من الحرمان والضياء هذا كل من الحرمان والضياء أصبح الناس الآن داخل المساجد بسبب هذه الأجهزة جرت عليهم بلاء وشر عظيم جدا ومن الأمور المؤلمة المحزنة المؤسفة الموسيقى التي أصبحت الآن بكثرة تسمع في المساجد ومن كان يصدق قبل عشرين سنة أن المساجد يوميا تسمع فيها الموسيقى وقت الصلوات ما يخلو ركوع أو سجود أو هيئة من هيئات الصلاة إلا وتسمع فيها الموسيقى مصيبة عظيمة ولهذا ينبغي على المرء من مجرد ما يدخل مع باب المسجد أن يعرف حرمة بيت الله وأن يعرف حقوق المصلين ويعرف حرمة المكان الذي دخله ولهذا عند باب المسجد ينبغي أن تحول الأجهزة إلى الصامة أو الإغلاق وإن ترك خارج المسجد أولى ويدخل ليصلي ليذكر الله لا ليشغل نفسه ويشغل المصلين بهذه الأصوات وهذه الملهيات قبل أيام يصلون الناس التراوية وبعض الشباب في لعبة من لعب الجوال أشغل من حولهم في الصلاة حدثني بعضهم يقول تأدينا ما استطاع أن يصل في الجوال معهم سباق سيارات في داخل المسجد والناس من حولهم أزعجوهم وأذوهم وبعضهم يعني صغار ما يستجيب يعني تقول يا ابن أطفئه ولا ما يستجيب عنده شيء من المعاندة وعدم احترام مثلا لي فهذه كلها مصائب يعني دخلت علينا في المساجد وابتلي بها الناس في المساجد وأخلت بالعبادة وأثرت على الناس لا يجوز في المسجد أن تربع صوتك على صوت أخيك بالقرآن حتى ما تخلط عليه قراءة فكيف بهذه البلاء والآن والمصائب التي جلبت لي المساجد وجرت هذا البلاء والشر العظيم نسأل الله عز وجل أن يصلحنا أجمعين يسأل الله عز وجل